اشتركوا في القناة رواه الترمذي وحسنه الألباني كما كنت وهذا حق الله على العباد أن يتقوه حق تقاته كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الزاد الذي أمرنا الله تعالى بالتزود منه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بها ينال العبد معية الله وحفظه واعلموا أن الله مع المتقين ينال محبته إن الله يحب المتقين وينال ولايته إن أوليائه إلا المتقون وينال تكريمه إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالتقوى تسهل الأمور وتتيسر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مع تكفير الذنوب وتعظيم الأجور والفوز بالمراد والسعادة في الدنيا والآخرة بالتقوى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره إن العاقبة للمتقين وإن للمتقين لحسن مآب التقوى هذه التي لأجلها شرع الصيام العبادة التي نحن فيها الآن من أجل التقوى التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضب الله وسخط وعقابه وقايا تقيه من ذلك ما هي؟ فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه فمعنى الحديث اتقي عقاب الله وسخطه الذي منه ينشأ عقابه في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر بملازمة التقوى على جميع أحواله فقال له اتق الله حيث ما كنت في السر في العلانية في الحضر في السفر في الصحة في المرض في المسجد في البيت حيث يراك الناس حيث لا يرونك في السوق في الشارع في العمل في الغضب في الرضا في النعمة في الابتلاء اتق الله وجاء في بعض وصايا عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب من تقوى الله امتثال ما أمر به سبحانه من تقوى الله اجتناب ما نهى عنه سبحانه من تقوى الله الرضا بما قضى والصبر على البلاء والشكر على النعماء وتعظيم شعائر الله وتحر الصدق في الأقوال والأعمال والحرص على أكل الحلل الوصية الثانية في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يعني إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة تمحو تلك السيئة إرشاد عظيم هذا فيه بيان كيف يتوب الإنسان من معصية يتبع السيئة بحسنة توبة ندم استغفار صلاة ركعتين صدقة ونحو ذلك سأل أبو ذر في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن الحسنات لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم هي أفضل الحسنات رواه الإمام أحمد إذن لو واحد قال وأتبع السيئة الحسنة إن الحسنات يذبن السيئة مثل ماذا الحسنات؟ مثل لا إله إلا الله كلمة التوحيد قال الله في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجل العاملين وقال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ولا بد إخواني يكون عندنا فقه في معالجة المنكرات معالجة السيئات العلاقات المحرمة تعالج بالزواج المباح وسماع الأغاني والألحان والأوتار والموسيقى يعالج بسماع القرآن والذكر الربا يعالج بتطهير المال منه والتخلص من الحرام والذهاب إلى البيع الذي أباحه الله وأحل الله البيع حرم الربا الغيبة تعالج بالاستغفار لمن اغتبته وطلب التحلل منه وتذكر بالقول الحسن أمام الناس وتدافع عنه في غيبته أذية الجيران أن تطلب المسامحة والعفو وتتبع ذلك بالإحسان وهكذا الوصية الثالثة والأخيرة في الحديث متعلقة بحقوق العباد وخالق الناس بخلق حسن أي عاملهم بالأخلاق الكريمة والأفعال الجميلة هذه من خصار التقوى وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقه صاحب الخلق الحسن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وحسن الخلق من أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة ما هو حسن الخلق؟ قول حسن وعفة لسان وطلاقة وجه وإحسان إلى الناس قولا وفعلا بذل المعروف كف الأذى طيب المعشر صلة الرحم إغاثة الملهوف إعانة المحتاج نصر المظلوم قضاء الحواج وأريد أن أختم فقرتي هذه أريد أن أختم فقرة هذه بقصة وقعت مع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ذهبت مرة إلى مخيم التوعية في الحج وطلبت من الشيخ أن يأتي لإلقاء محاضرة وفي الطريق كنت أسأله أسئلة ولما وصل إلى مكان المحاضرة وألقى درسه بدأت الأسئلة تأتي فسألته من ضمن الأسئلة سؤالا عن موقف كنت سمعته في بلد الشيخ مرة من المرات فقلت للشيخ هل صحيح أنك رأيت شيخك عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في المنام وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي معروف بالطيبة البالغة وحسن التعامل البالغ والأخلاق الطيبة جدا مع الناس الشيخ كان يخرج إلى الصلاة معه قطع حلوة يعطيها للأطفال رحمه الله فقلت يا شيخ محمد محمد بن صالح بن عثيمين هل صحيح أنك رأيت شيخك عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المنام بعد موته وسألته في المنام ما أكثر ما نفعك عند الله فقال لك حسن الخلق فقال الشيخ نعم هذه رؤية صحيحة بالإسناد إلى الشيخ لكن يا إخواني والله فيها عبرة عظيمة حسن الخلق